ماذا يقول أبو عبد الأعلى يخاطبني قد تطرقتم في أكثر من برنامج سابق إلى حديث العيون الأربعة سأقرأ الحديث عليكم ولكن في طوايا كلامي قد تطرقتم في أكثر من برنامج سابق إلى حديث العيون الأربعة وقد جذبني الموضوع فرحت أبحث في هذا الموضوع فوجدت أن الشيخ مهدي زين العابدين هو صاحب كتابي بيان الأئمة وأنا قرأت الحديث من هذا الكتاب فوجدت أن الشيخ مهدي زين العابدين في كتابه بيان الأئمة أشار إلى مصدر هذا الحديث وهو كتاب جواهر القوانين للسيد محمد باقر ابن سيد إسماعيل اليزدي السيرجاني وعبر عنه بأنه كتاب مخطوط ولكن بعد تتبعي حصلت على صورة لكتابي جواهر القوانين من مكتبة أستان قدس رضوي حيث أن الكتاب مطبوع بالطبع الحجري سنة 1333 هجري قمري وباللغة الفارسية وعند تصفحي للكتاب أكثر من مرة لم أجد الحديثة المذكورة فيه فاستنتجت هذا استنتاج أبي عبد الأعلى فاستنتجت بحسب قناعتي أن الشيخ مهدي زين العابدين لم ينقل أصلا من الكتاب المشار إليه بصورة مباشرة ولم يره أيضا لأنه أولا عبر عنه بأنه مخطوط مع العلم إن الكتاب مطبوع والشيء الثاني إن الحديثة غير موجود في الكتاب أصلا ولا يوجد سبب لاتهام الشيخ باختلاق هذا القول إذن يبقى الرأي الراجح جدا أن الشيخ سمع بهذا الحديث شفاها من أحدهم فأدرج ذلك في كتابه على أساس ذلك ومن الراجح أيضا أن هناك من صاغ هذا الحديث بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران كما نشاهد اليوم الكثير ممن هم من الوسط الديني كيف يختلقون أقاويل وأحاديث تتحدث عن أشخاص وحوادث سياسية واجتماعية مستقبلية لتعظيم شأن بعض العلماء باعتبار أنهم قد ذكروا على لسان الأئمة عليهم السلام وأما الاستدلال على صحة الحديث بأن شيخ مهدي قد ألف الكتاب قبل انتصار الثورة الإسلامية بسنين كما جاء في التاريخ المثبت في مقدمة الكتاب وهذا يكون دليلا على صحة الحديث فبعد ملاحظة ما مر لا يكون مستبعدا أن الشيخ قد ألحق هذا الحديث بمسودة كتابه في سنوات متأخرة وبعد انتصار الثورة الإسلامية حين طبع الكتاب كما هي عادة المؤلفين ولا أعتقد توجد نسخة خطية للكتاب مكتوبة قبل انتصار الثورة الإيرانية مثبت فيها هذا الحديث فما هو رأي سماحتكم بهذا الاستنتاج المتواضع هذا هو نص ما جاء في الرسالة بخصوص هذا الموضوع أقول للأخ العزيز أبو عبد الأعلى من أنك بنيت في تحقيقك هذا وما هو بتحقيق بنيت في تحقيقك هذا على مقدمة باطلة شيخ محمد مهدي زين العابدين بحسب ما أثبت في كتابه فإنه قد نقل الحديث عن نسخة مخطوطة من كتاب جواهر القواني وأنت وأنك راجعت نسخة قد طبعت طباعة حجرية فأنت لم تراجع المصدر الذي نقل منه الشيخ محمد مهدي زين العابدي أنت نظرت ودققت في نسخة أخرى وبنيت كلامك على هذه المقدمة الباطلة ما يبنى على باطل فهو باطل حتى لو كنت قد نظرت في نسخة مخطوطة وليست مطبوعة طباعة حجرية فإنها ليست هي النسخة التي نقل عنها محمد مهدي زين العابدي صاحب الكتاب إذا كنت قد نظرت في النسخة التي ادعى شيخ زين العابدين من أنه نقل منها ودققت النظر فيها وما وجدت الحديث المذكور حينئذ تستطيع أن تقول ما تريد أن تقول أما أنك راجعت نسخة لا علاقة لها بالنسخة التي نقل منها الشيخ محمد مهدي زين العابدي كلامك من البداية أسس على مقدمة باطلة وما أسس على مقدمة باطلة فإنه سينتج لنا نتيجة باطلة بنحو حتمي وفوق كل هذا فإن كل الذي ذكرته يا أبا عبد الأعلى هو من عندك من دون دليل فماذا قلت في الرسالة فاستنتجت بحسب قناعة إنها قناعة نشأت من دون دليل قناعة مزاجية فأنت ما نظرت في النسخة التي يمتلكها صاحب الكتاب ونقل عنها أنت نظرت ودققت النظر في نسخة أخرى إنها مطبوعة بطباعة حجرية كما أنت تقول نحن نرى بأم أعيننا في النسخ المخطوطة هناك اختلاف كبير ونرى كذلك بأم أعيننا في النسخ المطبوعة هناك اختلاف كبير ونرى ما بين النسخ المخطوطة والنسخ المطبوعة هناك اختلاف كثير هذه حقيقة لمن كان عالما بشؤون الكتب وبشؤون المخطوطات وبشؤون المطبوعات وبشؤون مؤسسات التحقيق التي تحاول أن تحقق الكتب المخطوطة كي تحولها إلى كتب مطبوعة اختلافات اختلافات فيما بين النسخ المخطوطة واختلافات فيما بين النسخ المطبوعة في زماننا في زماننا واختلافات ما بين النسخ المخطوطة والمطبوعة فكيف يصح هذا الكلام أنت نظرت في نسخة فما وجدت الحديث وصاحب الكتاب صاحب كتاب بيان الأئمة نظر في نسخة فنقل منها الحديث فمثلما لا نجد مبررا لتكذيبك لا نجد مبررا لتكذيبه فأنت صادق في قولك نظرت في نسخة قد طبعت طباعة حجرية وما وجدت الحديث وزين العابدين صادق في قوله أيضا فإنه قد نقل من نسخة مخطوطة الذي يتحدث عنه زين العابدين شيء والذي تتحدث عنه أنت شيء آخر ومع ذلك تقول فاستنتجت بحسب قناعتي الاستنتاج لابد أن يكون مبنيا على مقدمة صحيحة هذا الاستنتاج لم يبنى على شيء هذا الاستنتاج جاء من الفراخ جاء من حالة نفسية من مزاج نفسي معين عندك فاستنتجت بحسب قناعتي أن الشيخ مهدي زين العابدين لم ينقل أصلا من الكتاب المشاري إليه بصورة مباشرة ولم يره أيضا عجيب أمرك يا أبا عبد الأعلى من أين جئت بهذه المعلومات من أين جئت بهذه المعلومات هذه معلومات أنت تصنعها من عندك من أين جئت بهذه المعلومات فاستنتجت من دون معلومات من دون مقدمات فاستنتجت بحسب قناعتي أن الشيخ مهدي زين العابدين لم ينقل أصلا من الكتاب المشاري إليه يعني النسخة المخطوطة من كتاب جواهر القوانين مثل ما قال صاحب بيان الأئمة في كتاب فاستنتجت بحسب قناعتي أن الشيخ مهدي زين العابدين لم ينقل أصلا من الكتاب المشاري إليه بصورة مباشرة ولم يره أيضا على أي أساس على أي أساس هل تعلم الغيب على أي أساس ولم يره أيضا لأنه أولا عبر عنه بأنه مخطوط وما هي المشكلة في ذلك ما كل كتاب في أصله لا بد أن يكون مخطوطا وبعد ذلك يطبع بأي نوع من أنواع الطباعة وإلا كيف يكون كتابا لا بد أن يكون مخطوطا في أصله لأنه أولا عبر عنه بأنه مخطوط مع العلم أن الكتاب مطبوع ما هو الكتاب المطبوع؟ أصله كتاب مخطوط أنت نظرت في المطبوع والرجل نقل عن المخطوط فكيف تكون هذه المقدمة مقدمة صحيحة لأمر سترتبه عليها لأنه أولا عبر عنه بأنه مخطوط مع العلم أن الكتاب مطبوع طبع الكتاب بعد أن كان مخطوطا والشيء الثاني إن الحديثة غير موجود في الكتاب أصلا في الكتاب الذي أنت طلعت عليه لا في الكتاب الذي عند زين العابدين صاحب بيان الأئمة فلا يصح لك أن تقول أصلا لأنك لم تكن قد اطلعت على أصل الكتاب وهو المخطوط اطلعت على الكتاب الذي هو مطبوع وهذا فرع فالمطبوع فرع عن المخطوط وحتى لو نظرت في مخطوط فلا يعني أن النسخة هي هي التي نقل عنها زين العابدين في بيان الأئمة والشيء الثاني إن الحديثة غير موجود في الكتاب أصلا ولا يوجد سبب لاتهام الشيخ باختلاق هذا القول إذن يبقى الرأي الراجح على أي أساس صار رأيا راجحا ما هي المرجحات حينما نقول إنه رأي راجح على أي أساس صار رأيا راجحا ما هي المرجحات كل الذي تقدم من كلام لا حقيقة له على أرض الواقع إذن يبقى الرأي الراجح جدا هو خريبنا هذا التعبير بجدا متى صار راجحا ومتى صار راجحا جدا إذن يبقى الرأي الراجح جدا أن الشيخ سمع بهذا الحديث شفاها من أحدهم على أي أساس أنت تقول هذا الكلام على أي أساس هذا افتراء هذا افتراء إذن يبقى الرأي الراجح جدا أن الشيخ سمع بهذا الحديث شفاها من أحدهم فأدرج ذلك في كتابه على أساس ذلك ومن الراجح أيضا هذا الترجع من أين تأتي به ومن الراجح أيضا أن هناك من صاغ هذا الحديث بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران على أي أساس على أي أساس هذا تحقيق هذا ما هو التحقيق هذا هراء إذا كان التحقيق هكذا فسلام على التحقيق أي تحقيق هذا هذا هراء هكذا تضيع الحقائق يا أبا عبد العلى هناك نحوان من التحقيق النحو الأول وهو أن المحقق يبدأ من معلومة صغيرة قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة هذا تحقيق فاشل كالذي أنت تقوم به وهذا هو سبب فشل مراجع النجف وكربلاء لأنهم يتبعون هذه الطريقة في التحقيق وهذه الطريقة تعلموها من علماء السقيفة بني ساعد أما التحقيق بحسب منهج العترة الطاهرة فليس كذلك الأئمة تبين لنا منهجية التحقيق وهي التي أتبعها منهجية التحقيق عند العترة الطاهرة يقوم المحقق أولا بجمع كل ما يستطيع أن يجمعه من المعلومات من المعطيات وبعد ذلك يبدأ عملية التحقيق وهذا هو الذي وصل إليه علماء الغرب أيضا علماء الغرب أسلوبهم في التحقيق هكذا يجمعون المعطيات وبعد ذلك يقومون بالتحقيق لا أن يبدأ من معلومة صغيرة فإن التحقيق يبدأ من مساحة واسعة من المعلومات إمامنا الصادق ماذا قال لعمار ابن حنظلة الرواية في الكافي في مسألة تعيين الحاكم الشرعي من قبل العترة الطاهرة ينظران هذان الشيعيان الذان قد اختلف في أمر من أمور حياتهما ماذا يفعلان في زمان الغيبة ماذا يفعلان وحتى في زمان الحضور إذا كان بعيدين عن إمامهما ينظران من كان منكم ممن ممن قد روا حديثنا أولا رواية الحديث وهم قالوا لنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا موسوعية لابد من جمع معطيات بنحو موسوعي ممن قد روا حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا هنا يبدأ التحقيق وعرف أحكامنا تظهر النتائج فليرضوا به حكما محققا فإني قد جعلته عليكم حاكمة هذه منهجية التحقيق عند العترة الطاهرة وهي تخالف منهجية التحقيق عند مراجع النجف وكربلا وهذا هو سبب فشلهم وهذا هو سبب خيبتهم يبدأون التحقيق من معلومة صغيرة ويراكمون المعلومات عليها منهج العترة ليس كذلك لابد من جمع المعلومات لابد من جمع المعطيات وبعد أن تجمع كل المعطيات الممكنة إذا بقي معطا واحد بالإمكان أن يؤتى به لابد أن ننتظر ذلك المعطا وبعد ذلك نبدأ التحقيق من خلال المقارنات والمقايسات والتدقيقات إلى غير ذلك ممن قد روى حديثنا بنحو موسوع أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا بعد أن تجتمع المعطيات تبدأ عملية المقارنة والمقايسة والتدقيق والتحقيق في الألفاظ في المضامين في سائر الجهات التي يجب أن نحقق فيها ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ولهذا فإن الأئمة يجعلون ميزان منازل العلماء على أساس موسوعيتهم إنها الموسوعية في معارف الكتاب والعترة هذا في ضوء ثقافة الكتاب والعترة وهكذا التحقيق في أي موضوع مثلما قلت من أن علماء الغرب في العلوم المعاصرة يتبعون هذا الأسلوب يتبعون هذا المنهج وحتى في العلوم الإنسانية أيضا يتبعون هذا المنهج لذا فإن الكتب التي يؤلفونها تكون كثيرة المنفعة بخلاف الكتب التي يؤلفها مراجع النجف وكربلاء إنها كتب بائسة بائسة في طريقة تأليفها لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع هذا موضوع واسع لكنني أعود إلى رسالتك يا أبا عبد الأعلى ومن الراجح أيضا أن هناك من صاغ هذا الحديث بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران كما نشاهد اليوم الكثير من من يقولون ما يقولون وما علاقة هذا بهذا الكذابون موجودون في كل زمان الكذابون موجودون في زمان رسول الله وقبل زمان رسول الله الكذابون موجودون في زمن الحضور حضور الأئمة وفي زمان الغيبة الأولى وفي زمان الغيبة الطويلة الكذابون موجودون في كل زمان التحقيق هو الذي يشخصه فما علاقة هذا بهذا وأما الاستدلال على صحة الحديث بأن شيخ مهدي قد ألف الكتابة قبل انتصار الثورة الإسلامية بسنين وهذه حقيقة كما جاء في التاريخ المثبت في مقدمة الكتاب ما هذا مثبت في الكتاب وموجود أنت لا تعتمد عليه وتعتمد على أمور لا حقيقة لها على أرض الواقع خيالات من عندك أي منطق هذا ما هذه المعلومة موجودة فمثلما يصدق قولك في مراجعة كتاب جواهر القوانين بطبعته الحجرية يصدق قول صاحب بيان الأئمة لا نمتلك دليلا على رفض قوله أو تكذيبه الشيء الموجود والواضح أنت ترفضه وتأتينا بأمور أنت تستنتجها من داخلك ولا يوجد أي شيء في الخارج يثبتها وأما الاستدلال على صحة الحديث بأن شيخ مهدي قد ألف الكتاب قبل انتصار الثورة الإسلامية بسنين كما جاء في التأريخ المثبت في مقدمة الكتاب وهذا يكون دليلا على صحة الحديث فبعد ملاحظة ما مر ما هو الذي مار حتى نلاحظه ما هو الذي مار استنتاجات باطلة خيالات واهية ما هو الأثر الموجود في الخارج فبعد ملاحظة ما مار لا يكون مستبعدا أن الشيخ قد ألحق هذا الحديث بمسودة كتابه في سنوات متأخرة وبعد انتصار الثورة الإسلامية من أين جئت بهذه الخيالات عندك دليل عليها حين طبع الكتاب كما هي عادة المؤلفين وما علاقتنا بعادة المؤلفين أكانوا يفعلون هذا أم أنهم لا يفعلون هذا حديثنا عن كتاب بيان الأئمة الرجل أثبت حديثا ونقله عن نسخة مخطوطة والكتاب مؤلف قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران سأحدثك عن الكتاب كان عليك أن تمتلك معلومات عن المؤلف وعن الكتاب وعن نسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة كان عليك أن تمتلك معلومات عن الموضوع الذي تحدث عنه كان عليك وكان عليك وبعد ذلك تقول أما أنك لا تمتلك معلومات أصلا ونظرت في نسخة مطبوعة لا علاقة لها بالنسخة التي نقل منها صاحب الكتاب وبعد ذلك تستنتج استنتاجات من عند نفسك هذه أمور مزاجية هذا ما هو تحقيق ولا هو تدقيق إذا كانت الأمور هكذا وربما تبني عليها أمورا تقيس عليها الآخرين هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة مراجع النجف وكربلة إنها طريقة تحقيق باطلة عملوا بها ولا زالوا يعملون بها ولذا ينتقلون من باطل إلى باطل ومن ضلال إلى ضلال ومن شبهة إلى شبهة وهم يدركون هذا من عند أنفسهم لكنهم لا يخبرون الشيعة بهذا الحال يتظاهرون بأنهم على يقين من أمرهم وهكذا يضحك أهل الشيعة وهذا الأمر يجري في الوسط الشيعي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين الذي عليه مراجع النجف وكربلة إلى هذه اللحظة ثم ماذا تقول يا أبا عبد الأعلى ولا أعتقد توجد نسخة خطية للكتاب لكتاب بيان الأئمة مكتوبة قبل انتصار الثورة الإيرانية مثبت فيها هذا الحديث أي كلام من أين جئت بهذا الاعتقاد من أين جئت بهذا الاعتقاد كل هذا الكلام كلام باطل من أوله إلى آخره المقدمة باطلة وكل ما رتب على المقدمة الباطلة كان باطلا هذه الاستنتاجات وهذه الأمور الراجحة وأنت تصرح بأنها راجحة جدا على أي أساس بنيتها إنها خيالات واهية لا قيمة لها الأمر ليس كذلك يا أبا عبد الأعلى نذهب إلى فاصل بيان الأئمة كتاب للشيخ محمد مهدي زين العابدين هذا الرجل كان في النجف وبدأ يجمع معطيات كتابه منذ نهاية الأربعينات ومنذ بداية الخمسينات من القرن الماضي كان في النجف وبدأ يجمع معطيات ومعلومات كتابه منذ نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات ألف كتابه في ستينات القرن الماضي وبعد ذلك لما وصل إلى إيران في الثمانينات واستطاع أن يخرج مخطوطة كتابه من العراق ووصلت ووصلت المخطوطة إلى إيران طبع الجزء الأول من الكتاب في بداية الثمانينات ستينات ثم أكمل طباعة طباعة الكتاب في ثلاثة أجزاء هذه هي الأجزاء الثلاثة التي طبعت معاً هذه طبعة المكتبة الإسلامية بيروت لبنان هذه الأجزاء هي التي ألفها في الفترة التي أشرت إليها ولذا هو يقول في آخر الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها ماذا يقول حرر في شهر رمضان رمضان سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثمانين هجري قمري يعني سنة ألف وتسعمية وثلاثة وستين حرر في شهر رمضان سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثمانين صحيح فإن الكتابة طبعة في بداية الثمانينات بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران حرر في شهر رمضان سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثمانين هجري يعني سنة ألف وتسعمية وثلاثة وستين الرجل قبل هذا التاريخ كان قد جمع المعطيات وجمع المصادر من الكتب المخطوطة والمطبوعة وألف كتابه وهذا الأمر واضح من خلال تتبع كتابه بعد ذلك أضاف أجزاء أخرى لهذا الكتاب حينما كان في مدينة قم فصار الكتاب بهذا الحج هذا هو بيان الأئمة الطبعة التي قرأت منها والتي تتألف من ثلاثة أجزاء هذه الأجزاء التي كان قد جمع ما جمع فيها منذ الخمسينات وإلى بداية الستينات من القرن الماضي وسع الكتابه إلى سبعة أجزاء هذه الأجزاء السبعة في بداية كل جزء منها عرض الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من مخطوطة كل جزء من هذه الأجزاء إذا ما ذهبنا إلى الجزء الثالث الجزء الأول الجزء الثاني كذلك في كل جزء في بدايته هناك صورة للصفحة الأولى من مخطوطة الجزء وصورة للصفحة الأخيرة من مخطوطة الجزء هذا الجزء الثالث باعتبار أن الأجزاء الثلاثة أُلِّفت في النجف ماذا جاء في صورة المخطوطة هذه الصفحة الأولى من الجزء الثالث من النسخة الخطية للكتاب وهذه الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة الخطية للكتاب حرر في شهر رمضان ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين حجرية يعني سنة ألف وتسعمية وثلاثة وستين ميلادية بينما إذا ما ذهبنا إلى الجزء الرابع أو الجزء الخامس أو الجزء السادس أو الجزء السابع وكل هذه الأجزاء في كل واحد منها هناك صورة للصفحة الأولى من مخطوطته وصورة للصفحة الأخيرة من مخطوطته هذا الجزء السابع على سبيل المثال هذه الصفحة الأولى من الجزء السابع من النسخة الخطية للكتاب وهذه الصفحة الأخيرة من الجزء السابع من النسخة الخطية للكتاب تم هذا الجزء السابع بتأريخ سبع ربيع الثاني لسنة ألف أربعمائة واثنعش هجرية حينما كان في مدينة قوم فهذا الكتاب بأجزائه السبعة الأجزاء الثلاثة الأولى ألفها المؤلف في النجف في الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين من القرن الماضي ولذا فإن تأريخ تحريرها بحسب ما هو مثبت في صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة كل جزء فإنها قد ألفت وحررت سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين هجري قمري يعني سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وستين ميلادي أما الأجزاء التي أضيفت بعد ذلك من الجزء الرابع إلى الجزء السابع فقد ألفها المؤلف في مدينة قوم وجاء وجاء في الصور التي أثبتها في كتابه المطبوع هذا وهي صور للصفحات الأولى والأخيرة من مخطوطات هذه الأجزاء من أنه قد تم تحريره سنة ألف وأربعمية واثنعش هجري قمري هذا هو الموجود والواضح في هذا الكتاب المطبوع الرواية التي قرأتها ذكرها زين العابدين في الجزء الثاني هي موجودة في هذه الطبعة في الجزء الثاني لكنني أقرأ من الطبعة الأخيرة هذه الطبعة هي الطبعة الأولى إنها طبعة دار الغدير قموا المقدسة صفحة ميتين وتسعة وأربع الموجود في الصفحة جواهر القوانين لم يشر إلى اسم المؤلف ولم يشر إلى أن الكتاب هذا مخطوط أو مطبوع لكنه في قائمة المصادر في آخر الجزء السابع ذكر بأن الكتاب هذا لمحمد باقر اليزدي وهو كتاب مخطوط في قائمة المصادر مصادر هذا الكتاب في خاتمة الجزء السابع وهو يذكر ترتيب عنوين مصادر الكتاب فلما ذكر جواهر القوانين قال لمحمد باقر اليزدي وهو كتاب مخطوط أقرأ النص الذي نقله الشيخ زين العابد نقل حديثا بحسب ما جاء في النسخة المخطوطة التي نقل منها زين العابدين عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمّا وما وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء فإذا انقضت العين الرابعة فانتظروا العين الخامسة وهو عثمان ابن عنبسة هذا اسم السفياني الذي سيخرج في الشام العلامة الحتمية والأكيدة والقريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أشرح الحديث لأن الحديث واضح وشرحته وتحدثت عنه في برامجي السابقة وهو شيء غريب في زمان متقارب في مكان واحد في بلد واحد يحكم حاكم باسم عبد الكريم إنه عبد الكريم قاسم وبعده يأتي عبد السلام عارف وبعده يأتي مباشرة عبد الرحمن عارف وبعده يأتي نظام عفلق فنظام البحثيين بأحمد حسن البكر وصدام إنه نظام عفلق وبعد العين الرابعة سيكون المجال مفسوحا للعين الخامسة والتي تأتي زمان الحكم العباسي إنها عين عثمان ابن عنبسة إنها عين السفياني هذا هو الخبر الرجل أيضا تحدث عن الموضوع في الجزء نفسه صفحة أربعمية وأربعة وسبعين ماذا قال وقد كنت أيام مملكتي عبد الإله في العراق عبد الإله هو خال الملك فيصل الثاني أول ملك حكم العراق هو فيصل الأول توفي فيصل الأول بسبب مرض تمرضه وهناك من يقول بأنه سمم ليس مهما هذا توفي الملك الأول في العراق وهو الملك فيصل فيصل الأول فصار الملك من بعده ابنه غازي غازي قتل في حادث اصطدام سيارة سنة ألف وتسعمية أو تسعة وثلاثين وهناك قول بأن الأمر قد دبر له ما تغازي الملك من بعده ولده فيصل الثاني كان صغيرا لم يكن قد بلغ العمرة القانونية كي يكون ملكا فعليا للعراق فما الذي حدث صار خاله عبد الإله وصيا على العرش إلى أن بلغ فيصل الثاني العمرة القانونية فصار ملكا فعليا على العراق عبد الإله صار وصيا على العرش من سنة ألف وتسعمية وتسعة وثلاثين ميلادي إلى سنة ألف وتسعمية وثلاث وخمسين ميلادي سنة ألف وتسعمية وثلاث وخمسين ميلادي صار فيصل الثاني ملكا على العراق فانتهت وصاية عبد الإله على العرش بنحو رسمي وإلا بقي وصيا على ابن أخته لأنه كان صغيرا صحيح أنه قد بلغ العمر القانوني لكنه كان قليل تجربة وكان في كل أموره يعود إلى خاله عبد الإله على أي حال بنحو رسمي عبد الإله كان وصيا على العرش منذ سنة 1939 إلى سنة 1953 ميلادي في تلك السنوات يتحدث زين العابد يقول وقد كنت أيام مملكتي عبد الإله في العراق لأن أصل الرجل إيراني شيخ محمد مهدي زين العابدين إيراني الأصل لكنه كان يعيش في العراق وقد كنت أيام مملكة عبد الإله في العراق فرزقني الله تعالى فيه ذكر رئاسة العيون الأربعة في العراق هذا الخبر كان عند الرجل أيام عبد الإله وليس هناك من مبرر أن نكذب الرجل يا أبا عبد الإله فرزقني الله تعالى خبرا فيه ذكر رئاسة العيون الأربعة في العراق وكنت يومئذ أحضر درس الخارجي أعلى مراحل الدراسة الحوزوية وكنت يومئذ أحضر درس الخارجي لأستاذنا المرحوم المحقق الشيخ إحسين الحلي قدس الله نفسه وأعلى مقامه ومعي رفقة مؤمنين نقرر الدرس معهم يعيدون كتابة الدرس هذا هو المراد من تقرير الدرس فأردت أن أسرهم بهذا السر فقرأت لهم خبر العيون الأربعة الذي مر ذكره في هذا الكتاب فإنني قد قرأته عليكم قبل قليل من هذا الكتاب عن جواهر القوانين عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد إلى آخره إنه الخبر الذي ذكره مفصلا ذكره هنا إجمالا قالوا ما معنى العيون الأربعة قلت لهم هم أربعة أشخاص يملكون في العراق واحدا بعد واحد أول أسمائهم حرف العين فاعترض علي سيد من رفقائنا وقال من أين تأتي بهذه الأخبار ومن سند هذا الحديث قلت له أنا سنده لأنه كان مطمئنا للخبر وهو الذي وجد الخبر في هذه النسخة المخطوطة من الكتاب الذي أشار إليه قال لي فإن ظهر كذبا ليس صحيحا فقلت له فإذا ظهر صدقا فهل لك إشكال فيه وفي سنده ثم قلت له إن هذا من العلائم التي لم تقع إلى الآن فإذا وقعت في الخارج وتحققت هذه العلائم فليس لك حق المناقشة فيه وفي سنده وإن لم تقع فلك حق الإشكال عليه فاصبر فلما ملك عبد الكريم قال إن هذا إن هذا الأول صحيح وبعد أربعة سنوات فأكثر قتل عبد الكريم فملك بعده عبد السلام فأتاني وقال يا شيخ هذا الثاني صحيح أيضا فيعلم أن الباقي صحيح فكان بعد ذلك لا يرد علي ما أنقله من رواية أو خبر إلى آخر كلامه بعد ذلك يتحدث عن السيد الخوع يتحدث عن السيد الخوع وكيف أنه كان يرفض الأخبار التي ينقلها له ولكنها حينما تتحقق يبدي السيد الخوع عجبه كيف أن أخبارا ضعيفة السند تتحقق على أرض الواقع وبالمناسبة يا أبا عبد الأعلى جمعني مجلس في دار أحد الأخوة في قم على مأدوبة عقيقة جمعني ذلك المجلس بشيخ مهدي زين العابدين وسألته عن الروايات التي أثبتها في كتابه هذا الكلام لا أتذكر بالضبط هل كان في سنة 1984 أو كان في سنة 1985 أرجح أن الكلام كان في سنة 1984 وربما يكون في سنة 1983 في الحقيقة لا أتذكر التأريخ لكنني أرجح أن يكون الكلام سنة 1984 إذا أردت أن أتأكد من التأريخ علي أن أتصل بالأخ الذي دعانا إلى مأدوبة عقيقة لمولود قد ولد له في ذلك التأريخ يمكنني أن أعرف التأريخ بالدقة من خلال تأريخ ولادة ذلك المولود والرجل حي وابنه حي أيضا وأتمنى لهما السلامة والكرامة في الوقت نفسه على أي حال جمعني ذلك المجلس بشيخ مهدي زين العابدين وكنا جالسين بجنب بعض فسألته قلت لشيخنا الأحاديث الموجودة في كتابك وأتحدث عن الأجزاء الثلاثة قلت لشيخنا الأحاديث الموجودة في كتابك في ذلك الوقت كان قد طبع الجزء الأول والجزء الثاني على ما أتذكر وربما طبع الجزء الثالث قلت لأحاديث الموجودة في كتابك بخصوص العراق وإيران هناك أحاديث كثيرة بخصوص العراق وإيران في الجزء الأول والثاني قلت لهذه الأحاديث متى حصلت عليها ومتى أثبتها في كتابك في أي تأريخ قال لي هذا أمر قد حصل في الخمسينات في الخمسينات وبداية الستينات هذه الروايات كانت عند الرجل أصلا قبل حصول مقدمات الثورة الإيرانية لأن الثورة الإيرانية بدأت مقدماتها سنة 1963 1964 سنة 63 64 بدأت المقدمات الأولى للثورة الإيرانية ولم يكن أحد يتوقع أن الثورة ستنتصر بعد ذلك كانت مجرد مظاهرات ومعارضة وبعد ذلك نفي زعيمها إلى خارج إيران فذهب إلى تركيا ومن تركيا ذهب إلى العراق لم يكن أحد يتوقع أن الثورة ستنتصر وأن الشاه سيخرج فارا من إيران حتى يموت غما خارج إيران هذه المعاني لم تكن متصورة لكن الرجل قال بلسان صريح مثل ما هو يتحدث في كتابه هنا وأقول لك يا أبا عبد الأعلى هو قال في ذلك المجلس وهذا الكلام نقل عنه كثيرا من أنه قد عثر على روايات وأخبار ما أثبتها في كتابه خوفا من المشاكل التي قد تثار عليه وهذا الكلام أثبته في آخر الجزء الأول حيث قال في آخر الجزء الأول وقد أطلعنا الله سبحانه ورزقنا من الأثارة على كثير من الأسرار الغريبة والأمور والقضايا العجيبة والوقائع المهيبة وقد أودعنا هذا الكتاب ما فيه عبرة لمن اعتبر من ذوي الألباب فأثبتنا فيه ما تقبله العقول والأذهان وأخفينا من الأسرار ما لا يتحمله سائر بني الإنسان بغض النظر عن تعابيره وكلماته شخزين العابدين بيانه ضعيف جدا وطريقته في الكتابة هزيلة جدا وكتابه مضطرب ليس مرتبا لكنه يجتمل على معلومات كثيرة الرجل صادق في نقلها وهو صادق حينما يقول عندي نصوص عندي أخبار تتحدث عن مستقبل الأيام ما أثبتها في الكتاب خوفا من المشاكل التي قد تثار في وجشي هو صادق في هذا أعتقد أن صورة باتت واضحة في كل هذا المطلب ومع كل ذلك فإن الخبر يتحدث عن شيء مستقبلي الأخبار المستقبلية إذا توفرت بعض القرائن التي تشير إلى ضعفها فإننا نكلها إلى المستقبل الزمان كفيل بإثبات صدقها أو بإثبات كذبها الزمان كفيل إننا ننتظر العين الخامسة إنها عين السفياني الزمان كفيل بهذا أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا وأن تنتفع في تحقيقاتك المستقبلية من هذا الذي ذكرته لك يا أبا عبد الأعلى نذهب إلى فاصل